الفلاحين بتسجيل موسم زراعي وافر تنتعش بفعل الأمطار المتساقطة خلال الشهرين الأخيرين خاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه الموسمية والدورية وسعة الاستهلاك ما يبدد المخاوف التي تسبق وتصاحب كل سنة شهر رمضان الذي يتوقع فيه اتحاد الفلاحين أن يشهد وفرة في العرض ما سيساعد على استقرار الأسعار الفلاحين وصلوا إلى درجان تحت تنظيم وخاصة في قضية المزروعات بالنسبة للحبوب والخضر والفواكه بالنسبة لحملة الحرث كانت فاتت في ظروف مهيئة وميسرة وخاصة الحرث السنة هذه ونا عدنا تقديرات أكثر من ثلث ملايين ونصف هكتار التي تحرثت في هذه السنة توقعه إن شاء الله بإذن الله في رمضان باعتبار أن المياه اليوم موجودة والخضروات كثيرة رمضان يفوت السنة هذه سليس ويفوت في طمع نينا أمل الفلاحين بتسجيل موسم زراعي وافر ونجح تخلى لها الخوف من تكرار سيناريو سنوات المنصرمة بعد تسجيل أزمة وفرة إنتاج البطاطا والطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية التي طالها الكسد والتلف بسبب نقص غرف التبريد والحفظ وضعف شبكة التسويقي داخليا وخارجيا هما الفلاحين عندهم إمكانيات للإنتاج يبقى الجهاز الآخر اللي هو يرافق الفلاحين لازم نطلب منه باللي باش يكون في المستوان تاع الإنتاج ما يكونوش في مستوان تاع الاستيراد واللي يضعفوا الفلاحين من الإنتاج ويبدو يستوردوا في الحليب وإلا قضروات وإلا كذا الفشل ما هوش من الفلاحين الفشل في الموحيط اللي هو يخدم مصلحة الفلاحين عندما تلقى الناس يعني واقفة بجانب الإنتاج وبجانب البلاد ويكون أربيت اللي هو يصفر على كل واحد إذا دار مخالفة هذه هي اللي تقدر تنظم فيه البلاد اللافتو في كل مرة يتحدث فيها الفلاحون عن تسجيل وفرة في الإنتاج إلا وتشهد السوق اضطرابات تؤثر سلبا على الأسعار بفعل تحكم المضاربين في السوق وغرف التبريد ما يجعل السؤال يطرح في كل مرة عن دور الجهات الرسمية في مراقبة السوق والتحقيق مع كل حلقة سلسلة الإنتاج